موسيقى ليدي مادونا منيلك اهلا وسهلا فيك بفوشيا والله يرحم والدتك خابرينا شو ياللي صار متل ما منشوف انه من ثلاثة ايام كنتي لايف وكانت هي حد وكتا عم تحكيها الحقيقة هو الموتحق انا صارنا فترة عم نعاني مع الوالدي عالاكسيجان وهيك وبتشكر كل الدكاترة في حدنا بس بعدين صار عندها مضاعفات صار يعبر بيا مي وحاولنا باقصى الطرق يعني بجميع الطرق انه نحاول نشيها الالتهاب بس شاء الله وهيك ارادة الله هيك كنت كانت عم بتحاول انها تنام قالتلي موجوعة من كتفي هيدا النهار الراحت فيه عم نشيها عن المخدي اجت بنتي حطت ايدها ورا راسها نامت ما حكيت ما قيلت ولا كلمة هتوفت بحضن بنتي؟ ايه بحضن بنتي قدي بيعني للمدونة بس تشوف انه الكل عم بقول البنت المرضية خصة والدتها قديش بيعني له هيدا الحاجة؟ هلا انا صحيح عندي حزن كبير بس انا خدمت امي بفرح لانه انا ضميري مرتاح لاني كنت عم بخدمها بكل بكل سعادة هي بركة للبيت يعني هلأ انا بغيابة خسرت يعني خميرة البيت الصالحة امي كانت قديسة عندي تضل ريف عادية وتصلي هادية ريئة حلوة نعمة خدومة مرق عليها صعاب كتير بموت جوزة كانت صبية بي مات شاب بعدين بموت ابنها هادي تحملت كتير صعوبات وضحت معي بحياتي بحياتي برحلة الفنية كانت صديقتي ورفيقتي وهيدا الله هيك راد كلمات الاخيرة لقليك وما انه انت كنت شاهدة الله يبعتليك الله انا راضي عليك الله يرزقيك الله يوقفلك ليد الحلال وانا يا ماما بحبك كتير دلت قلي هالكلام تقلي سامحيني انا عم عزبك هاك كل ما اعمل لها شي كل ما اخدمها بشي تقلي سامحيني انا عم عزب لها ابدا يا ماما انا عم اللي عم بعمله عم بعمله بفرح هادي صعوب تخسرية قبل ايام كتير قليلة من عيد الام ما هادي هي الله بيعطيني القوة متل ما عطاني القوة اني اقدر اخدمها لانه مش سهل انك تاخد بي مريض بتاخد قدي زعاجك انه انت كنت عم بتعيش الاحزان والقلم انه انت فرقتي والدتك وطلعوا الاخبار مغردة وقالوا فرقية الحياة الليدي مادونا الله يسامح لي طلع هالاشاعة وبالوقت ذاته بشكره لانه عرفت قدي انا عندي محبين بكل الكون ما ضل حدا بالكرة الارضية الا ما اتصل فيه تليفوناتي باوكروا الشباب تليفونات الشباب قريبيني اهل صحابي باوكروا التليفونات هل خايفت من الموت مادونا؟ ابدا 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 ما بخايف موت حق علينا كلنا بس انا يعني انا بتمنى ان يموت متلما ماتت امي امي ماتت موت رضيه ست الستات معززة مكرمي حوالها ولدها اجا خيه اجت اختي كلنا كلنا حواليا نشكر الله دايما بتحكي بالمنيع عن نجوم كلهم اليوم ما زعلت انه ما كانوا الى جانبك بوضع والد اجا كتير اجا كتير فنانين وهلا بعد بعد فيه وقت لمراسم الدفن يعني اجا كتير انا بشكرهم مشكرين كلهم في ناس مسافرين في ناس اتصلوا يعني لا ما اصر ما كنت متوقع انه يتصل يعزيك ويساندك كان اول الاشخاص اول ما شفت طلع بالي توني كيوين و انا بتشكر جورج فرح كمان عن المطري الفنان الفنان بشير ساسين هو بعائلته اجو اخته نقولها الاصطة حبيبي الفنان نقولها الاصطة انت كنت الى جانب والدتك وهذا الامر خليك اتبعد شوي عن بصيرتك الفنية هل رح ترجع اليوم مادونا اكراما لولدتك اللي كانت تحب صوتك وتطلب منك تغني اغاني معينة انا كنت قريبا من الماما ما كنت خلي حدا يخدمها كنت ارفض لانه ما حدا بيفهمله الا انا بس هلا من بعد وفايتها والبعتبر انه هي قاعدة بالسنة عن تطلبلي وتدعييلي رح ارجع جدد نشاطي وسافر انا لغيت كتير سفرات حفلات لغيت كتير صحرات واصحابي وكل شي كل شي لغيت وكرميلا الطول بتحبها كانت تغنيت ليلة حلوة ولها سعيدة كانت تغنيهم معي وتغني عائدة كربيت وكانت تغنيها للبابها الغنية اليدي اليوم كرمتك الاخيرة لكل متابعينك عبر فوشيا يلي يحبوا يوسوك ويخيفين على الصحة انا بتمنينكم الصحة وطول العمر متل ما انتوا تمنيتولي وخفتوا علي وانشالله الله يبعد الشر عن كل بيوت العالم والله لا يدركم بامكم حتى بكل حدا من اهلكم بس اغلى شي بالحيات هي الام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر وقفة الكبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة